انا عايز افكر بصوت عالي مع حضراتكم ومع الناس على مسألة السنوية العامة كلها ايام وهيبقى في ناتجة السنوية العامة والولاد كما جارت العادة هم حفظين كما جارت العادة برضو بقالنا اجيال كله اللي عايز يخش طب كله عايز يخش هندسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بيشوفوش حاجات تانية معرفش لي فهنا هيبقى سؤالي اولا هو ازاي اقدر اقول الولاد ان في مجالات تخصص كتير جدا بيحتاجها البلد علشان حضرتك تروح الاول تدرسها في الجامعة علشان لما تتخرج تشتغل ما تبقاش موجود جوه طبور طويل لديس فرست ونبدأ اولا بدكتور دعاء شكرا حضرتك انا بس عايزة ابتدي واقول تفتكر حرارك احنا محتاجين نقول للاولاد ولا محتاجين نقول للاولاء الامور الاثنين مش كده؟ صدقيني الاثنين بالزبط كده محتاجين نقول للاثنين فعلا هي مش طب وهندسة الحقيقة احنا خلينا نقول او نفكر هو العالم متجه فين العالم ومصر متجه لإيه المجالات اللي موجودة دلوقتي فين في إيه يعني خلينا نقول مثلا التكنولوجيا طبعا بعد الأساسي خلينا نقول الصحة النفسية خلينا نقول العالم كله متجه نحو تغير مناخي نحو أزمة اقتصادية فنشوف العالم ومصر متجهة فين أو المشاكل اللي موجودة عندنا إيه ونقول هي دي المجالات اللي ممكن يكون السوق محتاجة بس أنا عايز أقول بقى حاجة تانية مهمة يا أستاذ يوسف أنه هو الأهم من السوق محتاج إيه أنا بحب أشتغل في إيه أنا شغفي فين هو ده اللي عايز أقوله للطلبة أنا بحب أشتغل إيه شغفي نحية إيه يا ما قلنا الكلام بحدش يسمع الكلام أو الله العظيم الشغف هو اللي هيدفعك للنجاح هو اللي هيدفعك للنجاح بالزبط هو ده اللي هيدفعك للنجاح هيدفعك الاستمرار هيدفعك للمصابرة هيدفعك أن أنت تقدر تتخطى كل التحديات اللي هتواجهك فعايز أقول للطلبة كل واحد يشوف ويسأل نفسه هو بيحب يعمل إيه والسوق مفتوح لكل المجالات آه العالم متجه نحية مجالات معينة ومصر متجه نحية مجالات معينة ولكن نجاحي أنا كطالف في سوق العمل بيعتمد أساسي على حبي لهذا العمل وشغفي نحيته